مجلس الشورى وامضائه في النظر في مشروع قانون بتعديل المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة الذي انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى إلى عدم الموافقة عليه لأسباب رأتها داعية لذلك توجه المجلس من بعد عرض تقرير اللجنة برفض المشروع بقانون المعروض وسبب في ذلك أن قانون الميزانية العامة هو من القوانين الهامة التي لا يمكن أن يجرى عليها أي تعديل إلا عندما يكون هذا التعديل فعلا مدروس ومرتكن إلى أسباب جدية تدعي لهذا التعديل وأيضا تبحث فيه الآثار المترتبة عليه بعدها انتقل مجلس الشورى وبأعضائه وبعد مداولات عميقة إلى الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة المقدمة من مجلس النواب بصيغة معدلة هناك توافق عام على مبدأ إعادة هيكلة مجلس الإدارة للصندوق بحيث أن يكون فعال ويأدي عمله بشكل مباشر أكثر اختصاصا ولكن كانت نقطة الخلاف هو في شكل التشكيل تم اقترح مجلس النواب المواقر بتعيين 11 عضو بما فيهم الرئيس واقترحنا أن يكون التشكيل في حدود السبع أعضاء بما فيهم الرئيس لخلق توازن أكثر بين ممثلين القطاع الخاص وكذلك ممثلين الحكومة المواقرة موافقة المجلس شملت أيضا مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة عشر من المرسوم بقانون رقم 21 لعام 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة الذي سيكون له دور مؤثر في مواجهة مشكلة البطالة التي يعيشها أكثر من 500 طبيب وفني وممرض بحريني هذا المشروع أنا اعتبره مشروع وطني مشروع راح ان شاء الله يخدم أكثر من 500 طبيب وممرض وفني بحريني عاطل عن العمل وهؤلاء حاصلين على التدريب والترخيص لمزاولة المهنة مداخلات ونقاشات طافت حاجز الخمس ساعات نجح ضمن حدودها الزمنية أعضاء مجلس الشورى في الوقوف على جملة من المراسيم والمقترحات والمشاريع بقوانين تخم مجالات العمل المتنوعة في البحرين لتلفزيون البحرين محمد الخيدات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر